تعالوا نعمل بقى مكبوس السمك اكل خليجي بس بجد لو المصرين جربوها هتعجبهم ممكن في بعض المصرين يعرفوها وبعضهم ما يعرفهاش بس الاكلة دي تعمها جميل جدا تعالوا اقول لكم عالطريقة اول حاجة زي ما انتم شايفين كده جبت حالة سخنتها حطيت فيها شوية زيت بعدين حطيت شوية طم مفروم وبصل مفروم وجنزبيل مفروم طب لو ما عنديش جنزبيل فريش ممكن تستخدموا الجنزبيل البودر ما فيش اي مشكلة بعد كده حطيت شوية ورق غار واحدتين كده سينامون والليمون اللي هو الدراي الليمون الناشف وحطيت كمان اللي هو الفلفل الاخدر زي ما انتم شايفين كده ما قطعتوش شام ما يبقاش الاكل معايا سبايسي جامد تمام بعد كده جبت شرايح طماطم زي ما انتم شايفين وكسبرة مفرومة بتاعت ان انا حطوهم كل ده بشوحوا عن نار زي ما انتم شايفين كده وهبتد دلوقتي احط معجون طماطم وقلبوا معاهم تقليبة بسيطة وهحط البهارات بتاعتي دلوقتي وبعدين هحط الميا ايه هي البهارات بتاعتي حطيت كسبرة وشوية فلفل اسود وشوية كامون وشوية ترمارك تمام اللي هو الكوركم وبعد كده حطيت مرأة سفود لو انتم عندكم مفيش مرأة سفود ممكن تحطوا اللي هي مرأة السمك بقدروا تحطوا عادي ملح ما فيش اي مشكلة هيبقى طعم جميل برضو معاكم لانه هتاخد من طعم السمك وتاني حاجة انا هحط السمك مع الرز زي ما هتشوف دلوقتي انا حطيت البهارات بتاعتي كلها هبتدي اقلبها هجيب شوية مياه سخنة بقى على قد كمية الرز اللي انا هعملها وهحطها وصيبها تغلي غلوة كده بالبهارات اللي انا حطيتها دي كلها طبعا انا مجهز الرز بتاعي غسله ونقعه في المياه نصف ساعة وبعدين صفيته وهبتدي حطه على الصوس اللي انا عملته دا طب تمام دلوقتي كده الرز بتاعي جهز طبعا انا كنت مجهز سمك بتاعي اي سمك انتو هتستخدموه ان كان سمك بولتي سمك بوري بقى سمك اي سمك انتو حابين تستخدموه دا سمك اسمه او الكنعد انا قطعته سلايز وبهرته وقليته ايه البهارات بتاعته شوية شطة وشوية ملح وشوية كمون وشوية توم خلطتهم كلهم مع السمك وبعدين قليته كويس وبعدين حبتدي حط نص الكمية مع الرز اللي انا بسويه ونص الكمية حسيبها هحطها على وش الاطباق بعد ما اغرفه دلوقتي خلص معي الخلطة بتاعتي غطيت الرز وهخليه على النار هادية ممكن حوالي 20 دقيقة بعد كده زي ما انتو شايفين بسم الله مشاء الله الرز طالع الرزاية برزايتها يعني مش معجن مع ان انا مسوي معاه سمك وخلطة جمدة يعني على الرز الصراحة بس زي ما انتو شايفين الرز طالع عشرة على عشرة والسمك طالع بسم الله مشاء الله ريحته جميلة وشكله الصراحة يشاهل الاكل طبعا الطريقة دي هي هي نفس الطريقة بتاعت المجبوس اللحمة او الدجاج نفس التوابل يعتبر وبكده الوصفة بتاعتنا انتهت الف اهانا وشيفا ويريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش اكسبلور ولايك وكومنت ويريت تتابعوني على اليوتيوب على قناة اليوتيوب هتلاقوا عليها فيديوهات اكتر وهتلاقوا عليها كل حاجة بالتفصيل الف الف شكر ورمضان كريم عليكم